الحوار مباشر جرأة في الحق صدق في العرض محبة في الحوار واحترام للرأي الآخر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفخ روح بركة في كلامنا واجعل اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفخ روح بركة في كلامنا اللهم انفخ روح بركة في كلامنا واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إليه أعزائنا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثالثة والأخيرة من حلقات هذا الشهر من برنامج الحوار المباشر الذي ما زلنا مستمرين فيه في سيرة الإمام المهدي والمسيح الموعود حضرة ميرزا غلام أحمد القادياني عليه السلام ونتناول في هذا الشهر موضوع حقيقة ختم النبوة حقيقة ختم النبوة كنا قد بينا في الحلقتين الماضيتين المكان العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم من أقوال خادمه المخلص الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام وكيف أنه درة الخلق وسيد الأولين والآخرين وكيف أن الفناء في حبه صلى الله عليه وسلم إنما هو الطريق إلى الله عز وجل وأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الواقع تؤدي إلى توليد هذا الحب بعد التفكر في حسن النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانه وبذلك فإننا سنقبل على طاعته صلى الله عليه وسلم بإنشراح الصدر وإذا أطعناه اهتدينا إلى الله تعالى وأصبحنا محبوبين لديه وبينا بأن هذا المقام العظيم قد عبر عنه الله تعالى من خلال مفهوم خاتم النبيين الذي أعلنه الله تعالى في القرآن الكريم والذي يعني أن النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الأفضل وهو الأكمل وهو الأعلى وهو الأرفع بين الأنبياء جميعا وأنه قد جمع كمالات الأنبياء جميعا وبلغ بها الكمال ثم ترك أثره في أمته بحيث أوصلهم ويوصلهم إلى درجات الأنبياء ومقاماتهم وهذا ما أشعر الله تعالى إليه في قوله تعالى وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة أي أن طاعة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ستؤدي بالمؤمن إلى الترقي إلى الصالحية ثم الصديقية ثم الشهادة ثم النبوة وقد بينا بأن خاتم النبيين إنما تعني أن النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الكمال في النبوة وفي الحسن والإحسان فإنه لا يمكن أن يأتي بعد كماله كمال فلا دين إلا الإسلام ولا كتاب إلا القرآن المجيد ولا شريعة ولا هدي إلا هديه ولا أمة بعد هذه الأمة التي أعلن الله عنها أنها خير أمة أخرجت للناس فالخاتمية تقتضي الآخرية فالخاتمية تقتضي الآخرية أي لا يمكن أن يكون بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبوة تنسخ شرعه أو تأتي بدين جديد أو أمة جديدة بيد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أنبأ عن نزول المسيح في آخر الزمان من بعده هذا المسيح سيأتي في آخر الزمان ويقوم ببعض الأعمال التي نص عليها الحديث لنصرة الإسلام وإقامته في العالم من جديد فكيف يمكن أن ينزل المسيح بعد النبي محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم هو حصرا خاتم النبيين ألا تؤدي هذه البعثة إلى كسر ختم النبوة ألا تؤدي هذه البعثة إلى تعطيل بعض آيات القرآن الكريم وأحكامه كمثل أن القرآن الكريم يقول إنه أي عيسى رسول إلى بني إسرائيل وليس للأمة الإسلامية ورسولا إلى بني إسرائيل يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم وكيف يمكن أن ينسخ آية آية أنه لا إكراها في الدين ويجبر الناس على دخول الإسلام أو الموت ثم لماذا يبعث عيسى عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان ولابد من بعثة أو إعادة نبي سادق فلماذا لا يكون هذا النبي هو خاتم النبيين وسيدهم لا عيسى عليه السلام هذه الإشكالات لابد من حلها للحفاظ على عقيدة ختم النبوة وقد بينا بأن هذه الإشكالات لا تحل إلا بأن يكون هذا المبعوث فردا من الأمة الإسلامية نال مقام النبوة بفنائه في النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بدين جديد ولا كتاب جديد ولا بأمة جديدة بل جاء خادما وتابعا مخلصا مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن نبيا كما كان الأنبياء السابقون لم يكن نبيا كما كان الأنبياء السابقون أي لم يكن صاحب شريعة كما لم يكن لديه سلطة على الشريعة أي أن يغير أو يبدل فيها كما كان الأنبياء السابقون وهذا كله للحفاظ على ختم النبوة وللتأكيد على أن النبي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده ولا دين بعده ولا دين بعد دينه ولا كتاب بعد كتابه القرآن الكريم يقول حضرة الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام وَوَاللَّهِ وَوَاللَّهِ إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ الْمَوْعُودِ الَّذِي وُعِدَ مَجِئُهُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَأَيَّامَ شُيُّعِ الضَّلَالِ وإن عيسى قد مات وإن مذهب التثليث باطل وإنك تفتري على الله في دعوى النبوة والنبوة قد انقطعت بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ولا كتاب بعد الفرقان الذي هو خير الصحف السابقة ولا شريعة بعد الشريعة المحمدية بيد أني سميت نبيا على لسان خير البرية وذلك أمر ظلي وذلك إيش؟ أمر ظلي من بركات المتابعة وما أرى في نفسي خيرا ووجدت كل ما وجدت من هذه النفس المقدسة وما عن الله من نبوتي إلا كثرة المكالمة والمخاطبة ولعنة الله على من أراد فوق ذلك أو حسب نفسه شيئا أو أخرج عنقه من الربقة النبوية وإن رسولنا خاتم النبيين وعليه انقطعت سلسلة المرسلين فليس حق أحد أن يدعي النبوة بعد رسولنا المصطفى على الطريق المستقلة وما بقي بعده إلا كثرة المكالمة وهو بشرط الاتباع لا بغير متابعة خير البرية ووالله ما حصل لي هذا المقام إلا من أنوار اتباع الأشعة المصطفوية وسميت نبيا من الله على طريق المجاز لا على وجه الحقيقة فلا تهيجها هنا غيرة الله ولا غيرة رسوله فإني أربى تحت جناح النبي وقدمي هذه تحت الأقدام النبوية ثم ما قلت من نفسي شيئا بل اتبعت ما أوحي إلي من ربي وما أخاف بعد ذلك تهديد الخليقة وكل أحد يسأل عن عمله يوم القيامة ولا يخفى على الله خافية هذا إلى هنا اقتباس حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام الاقتباس واضح وصريح رأينا كل هذا في الأمس واليوم إن شاء الله سنتابع في هذا الأمر ونسأل الله أن يفتح القلوب والعقول ويهدينا جميعا إلى سواء السبيل اللهم آمين مشاهدين الأكارم يسعدنا أن نتلقى اتصالاتكم واستفساراتكم إما عبر الهاتف أو على رقم الواتساب يمكن أن ترسلوا رقم الهاتف ونحن نعود ونتصل بكم رجاء من الجميع وهذا رجاء أرجو تنفيذه للبركة أن تردد القناة الجديد يجب أن ينشر على نطاق واسع جدا هذه مسؤولية كل فرد أحمدي كل أخت أحمدية كل أخ أحمدي كل شاب كل فتح يجب أن نرسل تردد القناة للجميع وهذا بإشارة من سيدنا أمير المؤمنين أيضا الله تعالى مصر عزيز أرجو أن تأخذوا هذا الأمر باهتمام شديد وخاصة المسؤولين في الجماعات في الدول العربية وفي كل مكان في العالم أن تنشروا تردد الفضائية الجديد بين كل الناس بين المعارف بين الأقارب وأيضا أن تحثوا على متابعة هذه الحلقات وإن شاء الله العزيز سوف نستفيد جميعا من هذا المفهوم العظيم الذي قدمه الخادم الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن مفهوم حقيقة خاتم النبيين معي الأستاذ محمد طهر النديم والأستاذ محمد أبو دقة أهلا وسهلا ومرحبا بكم قبل أن نبدأ البارحة الأخ من السودان قال ما الضرورة إذن يعني تقولون عن النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو في الواقع بداية أولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخ في الواقع طرح أمرا كثيرا ما كان يطرح هذا الأمر وحتى الآن أصبح هذا الأمر يطرح من قطاع لا بأس به وهو أن لماذا علينا أن نعتقد بنزول المسيح في آخر الزمان لماذا لا نعتبر أن هذا الأمر أمر خاطئ ولا حاجة له ويعني ولا نقع في هذه الإشكالات التي أنتم تعرضونها وتريدون أن تحلوها وفي الواقع لو كان نبأ نزول المسيح نبأ يمكن تجاهله لتجاهلناه على كل حال لأنه فعلا هو الذي يؤدي إلى خلق إشكالات فيما يتعلق بمسألة ختم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الحقيقة أن هذا النبأ لا سبيل على الإطلاق إلى إنكاره لماذا؟ ليس من باب الإيمان بالقرآن الكريم والحديث الشريف فقط وإنما من باب عقلي محض يعني مثلا إذا كان نبأ نزول المسيح في آخر الزمان وما يرتبط به من أحداث كمسألة فتنة المسيح الدجال وأحاديث آخر الزمان وغيرها إذا كانت قد رويت عما يقارب من الثلاثين صحابيا فهذا يعني أن إنكار هذه المسألة عقلا مسألة مستحيلة يعني كيف يمكن مثلا أن يتسرب خبر خاطئ من خلال الحديث الشريف هذا يمكن أن يروى عن طريق شخص واحد أو أن ينسب إلى صحابي واحد أما أن يتحدث في هذا الأمر أكثر من ثلاثين صحابيا ويروي عنهم صحابة آخرون وتابعون آخرون أيضا ويصبح هذا الخبر عبارة عن موضوع بحد ذاته وهو مسألة الفتن والملاحم وفتن آخر الزمان ونزول المسيح فهذا يعني أنه من المستحيل أن لا يكون هذا الخبر صحيحا نعم ربما يكون هناك إشكالات في جزئيات متعلقة بحديث هنا وحديث هناك فيما يتعلق بهذه المسألة لكن إنكار القضية بالكامل كما قلنا لا يعني فقط كفر بالحديث الشريف أو لا يعني مثلا عدم الاهتمام بالحديث الشريف لأن البعض لا يبالون بعدم الاهتمام بالحديث الشريف وإنما يعني أن هذه المسألة عقلا مرفوضة فلذلك هذا النبأ قطعا علينا أن نعتقد به ولكن يجب علينا أن نفهمه وفقا للقرآن الكريم ووفقا للعقائد الإسلامية الأصلية الحقيقية التي رسخها القرآن الكريم ورسخها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حديثه وفي أقواله وفي سنته وأيضا ما وصلنا من خلال عقيدة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فلدينا كما قلنا عقيدة ختم النبوة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم أكمل الأنبياء وأعلاهم مرتبة ودرجة ومن جمع كمالات الأنبياء السابقين في نفسه من جمع الله تبارك وتعالى له كل كمالات الأنبياء السابقين ومن أصبح صاحب الخاتم والطابع الذي يمكن صاحب الخاتم والطابع الذي يمكن أن يترك أثره في الآخرين ويمكن أن يجعل أتباعه يرتقون إلى مراتب الأنبياء وإلى مقامات الأنبياء هذا المعنى العظيم من ناحية كما قلنا هو في الواقع ضمنيا يمنع بعثة أنبياء كالأنبياء السابقين هذا شيء مفروغ منه لأن الأنبياء السابقون كانوا إما يأتون بشريعة أو بدين جديد أو يكونون مستقلين ومعنى الاستقلال من أهم المعاني لمسألة الاستقلال أنهم يكونوا لديهم سلطة على الشريعة بمعنى أنهم حتى لو كانوا تابعين لشريعة أخرى من قبل فيمكن أن يغيروا أو يبدلوا أو يضيفوا أو ينقصوا لأن الشريعة في الواقع هي ما يأتي به النبي ما يأتي به هذا الرسول وما هو مأمور به صحيح أنه ربما يعود إلى بعض الخطوط العريضة أو المبادئ الأساسية في شريعة سابقة طبعا هذا كان ينطبق على كل أنبياء بن إسرائيل لأن شريعةهم هي شريعة موسى عليه السلام ولكن لا يحق لأحد أن يقول مثلا لعيسى عليه السلام أو لداود عليه السلام أو لسليمان عليه السلام أو لدانيال أو لحزقيال أنه لماذا تأمرنا بهذا الأمر ولا نجده على سبيل المثال في التورى لماذا تأمرنا بهذا الأمر الذي يبدو أنه مخالف لأمر موسى هذا الموضوع في السابق كان غير مقبول أما الآن مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم و مع القرآن الكريم و الشريعة الكاملة و الهدي الكامل و الدين الكامل هذا الأمر لم يعد ممكنا لا يمكن أنا ذكرت في الماضي و لكن الآن أقول غير ممكن نعم هذا أصبح غير ممكن لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء و اكتملت النبوة و اكتمل الكتاب و لا يمكن أن يضاف أو ينقص فمن ناحية المقام الذي يناله أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو مقامات الأنبياء السابقين و لكنهم في كل الأحوال لا يمكن أن يكون لديهم سلطة على الشريعة بمعنى أن يغيروا أو يبدلوا في الشريعة المحمدية هذا واحد و أيضا بصفة عامة الذين ينالون هذا المقام يكونون معدودين عند الله تبارك و تعالى في مراتب و مصافي الأنبياء و لا يعرفون و لا يقال لهم أنبياء و لا يبعثون إلا شخص واحد فقط أنبأ عنه النبي صلى الله عليه وسلم و قلنا ذكره في نبوءة عيسى نزول عيسى عليه السلام و ذكره أيضا في نبوءة الرجل الفارسي عندما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآيات الأولى من سورة الجمعة والتي فيها هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتابة و الحكمة و إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ثم و آخرين منهم لما يلحق بهم و هو العزيز الحكيم عندما نزلت هذه الآيات سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من هم الآخرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان عند الثرية لا ناله رجل من هؤلاء و وضع يده على سلمان الفارسي يعني ذكر مبعوثا و هو أنه رجل فارسي هذا الرجل الفارسي سيعيد الإيمان مرة أخرى إلى الأمة الإسلامية و هو نفسه المسيح المعود و هو نفسه الإمام المهدي باختصار نحن نتمسك و يجب أن نتمسك بختم النبوة بأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا كتاب بعد القرآن الكريم ولا رسول يمكن أن يبعث سواء كان قديما أو جديدا و لكن الواجب علينا أيضا أن نفهم ما معنى نزول المسيح في آخر الزمان و يجب أن نعتقد بهذا الاعتقاد بما لا يعارض و لا ينقض و لا يكسر ختم النبوة و هذا الموضوع ليس متعلقا بفكرة في أذهاننا الله تبارك و تعالى عمليا أنزل الإمام المهدي و المسيح الموعود و حقق بالفعل هذه البعثة دون أن يكسر ختم النبوة بل على العكس جاء ليؤكد عليها و ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين و سيد الأولين و الآخرين و أن القرآن هو كتاب الأخير و الإسلام هو الدين الأخير و هذه الأمة هي الأمة الأخيرة نعم أستاذ جزاكم الله أحسن أستاذ نديم هناك سؤال من ألمانيا من شيار خليل على ماذا ترتكز الأحمدية في مجيء المهدي و ما أوجه الاختلاف بينكم و بين الجماعات الأخرى و خاصة سنة و كيف لمسلم قليل العلم أن يصل إلى حقيقة الأحمدية أشهد أن لا إله إلا الله و أحده لا شريك له و أشهد أن محمد نبده و رسوله أما بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة هذا هو الموضوع الذي نتناوله منذ يومين و هذا هو اليوم الثالث يعني لكي نبسط الفكرة في الحقيقة يعني نظريا لا يوجد هناك فرق بين المعتقد الأساسي الذي يتبناه أهل السنة والطوائف الأخرى والذي نتبناه نحن وهو أنه يوجد نبی بعد كون النبی صلى الله عليه وسلم خاتم النبئين لأن جميع الطوائف ومنهم أهل السنة كلهم تقریباً يعتقدون أنه رغم كون النبی صلى الله عليه وسلم خاتم النبئين سياتي عیسى نبی الله بحسب نبوآت النبی صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة فكمبدأ ختم النبوة لا تكون حائلاً دون مجیئ نبی إیسى نبی الله في هذه الأمة إذن لا تمنى ختم النبوة من بعثة أي نبی في هذه الأمة لأن الجميع يعتقدون بذلك الفرق هنا أننا نقول أن مجیئ إیسى عليه السلام في هذه الأمة يخالف النصوص القرآنية يخالف الآيات القرآنية لأن هناك عديد من الآيات تقول بأن إیسى عليه السلام الذي بعث قبل النبی صلى الله عليه وسلم بستمائة سنة تقریباً قد توفى ولاحق بالأموات وإذا آمنا بأنه سيئت مرة أخرى في هذه الأمة فكأننا نناقض هذه الآيات وهذه الآيات قرابة ثلاثين آية وكذلك بعض الأحديث هذا المعتقد يعارض الأحديث فلا يمكن أن نتشبث بهذا الموقف أن ذلك إیسى عليه السلام الذي كان قبل النبی صلى الله عليه وسلم هو بنفسه سيئت ولكن هذه النبوآت التي جاءت على الإنسان النبی صلى الله عليه وسلم لم تكن كاذبة هذه النبوآت هيها صحيحة فإن النبی صلى الله عليه وسلم ينبع أنه سيئت شخص من هذه الأمة الذي صفى ينال لقب إیسى عليه السلام لأنه صفى يواجه الظروف التي واجهها سيئتنا إیسى عليه السلام وصفى ينشر دعوته كما نشر إیسى عليه السلام دعوته بالسلم والسلام وبدون أن يستخدم وسائل الصيف ومثل هذه الأشياء هذه الأمور فلأجل ذلك سمي بنفس الاسم وهو سيكون من هذه الأمور لماذا؟ ليس هذا فقط أنه يخالف الآيات القرآنية والأحديثية وإنما يخالف كمال القرآن القرآن يقول رسولاً إلى ابن إسرائيل فإندما سيأتي هل سيمهو هذه الآية من القرآن الكريم؟ كذلك أن القرآن الكريم يقول أن الأمة الإسلامية بأنها خير أمة أخرجت للناس فإندما يأتي إیسى عليه السلام يذكر في الأحديث بأن الإسلام يكون قد وصل إلى إيمان قد يكون قد ارتفع وحالة المشايخ والعلماء تكون يرثى لها يعني يصلون إلى مستوى متردد من ناحية الدين والروحانية فإيسى الإسلام يأتي لكي ينهض بالأمة طيب إذا جاء أحد من أمة أخرى لكي ينهض بالأمة الإسلامية فهذه منا منه علينا فكيف نسمى نحن خير أمة وأحد جاء لكي ينقذنا كان ينبغي أن ننقذ نحن الأمة الأخرى كلها فهذا يعارض خيرية الأمة أيضا فيعارض خاتم النبوة أيضا خاتم النبيين أيضا رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مع ذلك يأتي والله سبحانه وتعالى يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفعن مت فهم الخالدون يعني هل يوقل أن تموت أنت يا أيها النبي ويبقى أهد خالدا فكثير من الآيات تؤارض هذه الفكرة فكمبدأ كما قلت يعني هؤلاء كلهم يؤمنون أن هناك النبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولكن نحدد الشخصية أن إيسى عليه السلام الذي كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وفق الآيات القرآنية ومجيه موارد للآيات القرآنية وللنبي صلى الله عليه وسلم ولكمال هذا الدين ولكمال هذه الأمة فالذي أنبي ووعد بمجيه في هذه الأمة هو شخص من هذه الأمة ونحن نؤمن أنه مؤسس هذه الجماعة الإسلامية الأحمدية سيدنا مرزا غلامة القادمة جزاكم الله أحسن الجزاء والآن نرجع إلى صلب الموضوع هناك حديثان آخران متعلقان بالقضية وهما حديث اللبنة الأخيرة في النبوة وحديث أنا آخر الأنبياء فكيف نفهم هذه الأحاديث أستاذ دبي نعم الواقع نحن قد بينا المفهوم هذا وذكرناه كثيرا مفهوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو جامع لكمالات الأنبياء السابقين وهو الذي كمل هذه الكمالات وأتم بنيان النبوة وأصبحت النبوة به هذه هي النبوة الكاملة التي أرادها الله تبارك وتعالى والتي حقق الأنبياء منها أمورا جزئية بين فترة وبين أخرى وبهذه الطريقة أو بأسلوب تمثلي وتصويري أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين ويوضح هذه الفكرة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل قصر أحسن بنيانه فترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة فتم بي البنيان وختم بي الرسل وفي رواية قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين نلاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال وكأن كل نبي في السابق قد وضع لبنة من لبنات النبوة ظهرت فيه جزئيا لبنة أو لبنتان أو ما إلى ذلك يعني جزئيا قدموا صورة معينة للنبوة الكاملة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو في الواقع ماذا فعل جاء ووضع لبنتان هي كانت مكملة لهذا البنيان وأصبح القصر بنيان النبوة هو قصره هو يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية انظروا طبعا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتبر كل كمال من كمالات الأنبياء السابقين التي ظهرت في نبي سابق وكأن هذا النبي هو أول من أرساه وهو أول من وضعها وهي في النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز عن غيره بأن له كمالات لم تكن أيضا في الأنبياء الآخرين وكان لابد أن تظهر في النبي صلى الله عليه وسلم وهي اللبنة الأخيرة لكي يرى الناس بنيان النبوة فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النظار ينظرون أو يمرون حول هذا القصر وكانوا يرون أن هذا القصر لم يكتمل بمعنى أن النظر والرؤية في النبوة في نبوة الأنبياء السابقين ستجعل هناك بعض الأمور الناقصة التي لم يكملها نبي من الأنبياء من قبل فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي إذا نظرنا إلى أحوال حياته وإلى نبوته فسنرى كل شيء كل ما يتعلق بالنبوة سنرى كيف قدم مثالا في حالة القوة وفي حالة الضعف كيف قدم مثال الحاكم القوي الإمبراطور وكيف قدم أيضا مثال المستضعف المضطهد في بلدته عندما كان في مكة فظهرت في حياته كل هذه الأمور ظهر عفوه العظيم عندما أصبح ملكا عظيما وظهر صبره الشديد عندما كان مضطهدا في مكة ظهرت فيه كل الصفات الإنسانية في أسماها فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نظرا للقوة والجبروت فقط وإنما كان نظرا للرحمة والعفو والتسامح في ظروف أخرى رأيناه عندما كان يتيما وفقيرا ورأيناه كيف عندما أصبح غنيا وكانت كل هذه الأمور وكل هذه الأحوال سببا لإظهار هذه الصفات العظيمة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني هنا على فكرة يحضرني أمر كنت في مرة من المرات أستمع إلى قصة تحول أحد المفكرين العرب والذي كان مسيحيا إلى الإسلام وكان يتحدث وهو طبعا رجل مرموق ووالده كان محاميا كبيرا أيضا فقال كنت أجلس أنا ووالدي وأتحدث حول النبي صلى الله عليه وسلم وحول المسيح عليه السلام فوالدي في مرة من المرات قال إن الإنجيل لم يكتمل ولا يمكن أن يكتمل لأن المسيح لم يتزوج لم يعرف المرأة بينما محمد صلى الله عليه وسلم كان متزوجا لشلة نسوان لمجموعة من النسوان بمعنى أنه كان يعرف المرأة وكان يعرف كيف يتعامل مع المرأة فلا يمكن أن يقدم تعليم هذا التعليم يكون كاملا إذا لم يكن النبي بالفعل قد عاش هذه الحالة وهذه الحياة وقدم النموذج وقدم الأسوى في ذلك فانظروا فعلا المحايد عندما ينظر إلى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم سيجد أنه مر في كل التحديات في كل الظروف وفي كل الأحوال قدم لنا هذه الأسوى الحسنة المباركة أما الأنبياء السابقون إما مثلا كانوا قد تعرضوا للاضطهاد ثم قضي على قومهم أو كذبوا ولم يؤمن قومهم أو أن قصتهم لم تكتمل بصورة من الصور فلم نرى هذه الأسوى متكاملة عند أي أحد ربما نرى مثلا جانبا عند نبي معين وجانبا آخر عند نبي آخر لكن العجيب أن الله تبارك وتعالى جعل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصفات النبي صلى الله عليه وسلم متكاملة الآن الحديث الآخر الذي سألت عنه وهو حديث إني آخر الأنبياء في الواقع هذا الحديث يغلق المسألة بالكامل ويبين أن المفهوم الذي نقدمه هو المفهوم الصحيح فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إني آخر الأنبياء و مسجدي آخر المساجد ورد هذا الحديث في مسلم في كتاب الحج و في سنن النسائي يعني المسجد الرسول آخر لم يبنى إذا فهمنا هنا الآخرية فهنا يجب أن نفهم الآخرية بمعنى الخاتمية بمعنى أنه لا يوجد دين جديد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد مسجد جديد بمعنى معبد أو مكان عبادة أو أسلوب صلاة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا النموذج وهو مسجد الآن و أسلوب الصلاة هذا الذي قدمته لا يوجد مثيل له بينما كما نعلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا كان المسجد الثاني بعد قباء أو لنقول هو الأول عمليا في الإسلام فهل هو الأخير عمليا أم أن المساجد كانت و لازالت تبنى و إلى قيم الساعة ستستمر إذن ماذا كانت عقيدة السلاف الصالح حول مفهوم خاتم النبيين بالنسبة إلى حديث لبنة أخيرة يعني لو إذا كانوا يأخذونها على حرفيتها صحيح فالذي يأخذ هذا الحديث على حرفيته فلا ينبغي أن يعتبر يعني أنه هو الهياذ بالله هذه إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد لبنة في هذا القصر العظيم الجميل وفي القصر هناك يوجد أشياء أخرى غير اللبن صحيح يعني إذا أخذتم الحديث على ظاهره فلا يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد لبنة على خيره صحيح وإلا القصر كله بجماله كان قد بنية فكما تفضلتم هو المراد أنه هو قصر النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بصورة كاملة أما بقية القصور في السابق التي عبرت بالقصور يعني التعليم الذي أوطي للأنبئاء السابقين هذه القصور كانت لم تكن كاملة والقصر الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو كامل ومكمل من جميع النواحي مبارك الله فيكم أما بالنسبة إلى سؤالكم يعني أقيدة السلف الصالح إن المفهوم مفهوم خاتم النبيين الذي نقدمه ونتبناه هو المفهوم القرآني وهو مفهوم المستمبط من الحديث الشريف وهو مفهوم الذي ذكره العلماء والصلحاء من السلف ونذكر بعض الأقوال من هؤلاء الصلحاء الذين قد ذكروا معنى خاتم النبيين بأنه أفضل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم وينقضون في تفسيرهم بأن معناه آخرهم مبعثا فأولا يقول الإمام أبد الوهاب الشعراني وهو صوفي معروف يقول في كتابه اليواقيت والجواهر علم أن النبوة لم ترتفع مطلقا بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإنما ارتفعت نبوة التشريء فقط أما النبوة لم ترتفع مطلقا التشريء هي ارتفعت ولي الله الدهلوي وهو محدث معروف خاصة في القارة الهندية وفي آسية يقول وختم به النبيون أي لا يوجد من يأمره الله سبحانه بالتشريء للناس يعني ختم الأنبياء المشرعون الذين يأتون بالتشريء أما بقية الأنبياء الآخرون فلم ترتفع النبوة مطلقا ويقول شيخ مهيد دين ابن عربي يقول فالنبوة سارية إلى يوم القيامة في الخلق وإن كان التشريء قد انقطع فالتشريء جزء من أجزاء النبوة يعني ما انقطع هو التشريء وليست النبوة كلها ثم يقول فإن النبوة التي انقطعت بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي نبوة التشريء لا مقامه فلا شرع يكون ناسخا لشرعه صلى الله عليه وسلم ولا يزيد في حكمه شرعا آخر وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعد ولا نبي فماذا يعني قوله لا نبي بعد يكون على شرع يخالف شرعه لا يمكن أن يأتي آهد بشريء أخرى بل إذا كان هناك نبي يكون تحت حكم شرعه وهذا ما نقوله ولا رسول أي لا رسول بعد إلى أحد من خلق الله بشرع يدعوهم إليه لن يأتي آهد بشريء جديد يدعو إليه فهذا هو الذي انقطع يعني الشريع نبوة بشريع جديدة هذا هو الذي انقطع وسد بابه لا مقام النبوة ثم يقول الشيخ بالي أفندي المتوفى 1960 في كتاب شرح فصوص الحكم وردت هذه العبارة يقول فخاتم الرسول هو الذي لا يوجد بعده نبي مشرع ويقول سيد عبد الكريم الجيلي فانقطع حكم نبوة التشريع بعده وكان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لأنه جاء بالكمال ولم يجئ أحد بذلك ويقول شيخ محمد وسيم الكردستاني عن مفهوم خاتم النبيين مانا كونه خاتم النبيين هو أنه لا يبعث بعده نبي آخر بشريع جديدة يعني لو كان ماناه آخر الأنبياء مطلقا لن يأتي لا جديد ولا قديم ولا بشريع ولا بدون شريع لما كان بهم حاجة أن يبين بأنه لن يأتي نبي بشريع جديدة بل كان ينبغي أن يرفض كل هولا ثم يقول الإمام الرباني شيخ أحمد السرهندي وهو أحد الأقطاب والأولياء الكبار بحسب أحل القارة الهندية يقول ما تعريبه إن حصول المتبعين على كمالات النبوة عن طريق الاتباع والوراثة بعد بحثة النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم الرسل عليه وعلى جميع الأنبياء والرسل الصلوات والطحيات هذا لا ينافي كونه خاتم النبيين عليه وعلى عليه الصلاة والسلام فلا تكن من الممترين يعني أن يأتي نبي تابع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة بدون أن يأتي بشريعة جديدة فهذا جائز ويجب أن لا تشك فيه ويقول الحكيم الترمزي وهو متوفى عام ثلاثمية وثمانية وهو صوفي معروف يقول فإن الذي عمع عن خبر هذا يظن أن خاتم النبيين تعويله أنه آخرهم مبعثا يعني كما يفسره كثير من الناس بأن خاتم النبيين معنى هو آخر الأنبياء مبعثا فماذا يعلق هذا الصوفي الحكيم الترمزي ويقول فأي منقبة في هذا يعني أي منقبة في أن يكون آخر واحد منهم وأي علم في هذا هذا تعويل البله الجهلة وفي النهاية أقدم قول فعلا كلام الترمزي مهم جدا جدا يعني ما الأفضلية بس إنه مجرد آخر يعني فلان آخر آخر شخص يعني هل هناك أفضلية هذا تأويل البله الجهلة يعني الناس انتبهوا أين الهبلان يعني آه يقول هذا الولي هذا الصوفي المعروف المشهور في كتابه ختم الأولياء يعني لابد من إظهار يعني عندما نعتقد أو نقول شيء يجب أن نفهم أو ندرك أن هل نحن نمس في مقدساتنا وبنبينا أم مجرد أننا سمعنا كلام ولم نتبين ولم نتثبت مما نقوله يعني هذه التفسير بدون إظهار عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى الحقيقي لخاتم النبيين نحن نسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ليس هذا هو قديم يعني متوفى في آم ثلاثمية وثمانية ولكن حديثا هذا معلوي محمد قاسم النانوتوي وهو مؤسس مدرسة ديوبند في الهند وهذه مدرسة معروفة وأتباعها كثر هو أيضا ديوبنديين بصلي التوضيح هم أهل حديث أهل حديث يعني أقرب إلى السلفية نعم ماذا قال قال العمّ يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين بمعنى أن زمنه كان بعد الأنبیاء السابقين وهو آخر الأنبیاء كلهم هكذا يفهم العمّ غير أن أهل الفهم يعني هاولاء عمّ هكذا يفهمون أما الذين لديهم فهم يدركون جيدا أنه ليس في التقدم أو التأخر الزماني أية فضيلة في حد ذاته لا يوجد هناك فضيلة أن يكون واحد أول وواحد آخر لو كان الأمر كما يظن العاما أن هذا الكلام لن يروق لأحد من أهل الإسلام أي يعني إن لم نتبر هذا الكلام مدحا وثناعا فسيبقى المعنى أنه مجرد أخير وهذا لا يوجد فيه أفضلية ولكن إذا كان مدهن فما أن ذلك هناك معاني كثيرة في كلمة خاتم النبيين فلأجل ذلك أشار إليه الحكيمة الترمذي ويقول أي علم في هذا إذا قلتم أنه آخر واحد فقط نعم إذن هل يمس الفهم التقليدي بخاتمية النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ذلك نعم نحن ذكرنا هذا الأمر مرارا إن الفهم التقليدي يقصر مفهوم خاتم النبيين على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر نبي وكما سمعنا قبل قليل هذا الموقف في الواقع مسألة أنه آخر نبي مجرد أنه آخر نبي دون التركيز على الأفضلية المطلقة وعلى أنه جمع كمالات الأنبياء السابقين وزاد فوق هذه الكمالات وبلغ إلى الكمال الكامل الذي لا كمال بعده وإذا لم تكن الآخرية تابعة للأفضلية بهذا المعنى ولم تكن مجرد آخرية فهذه إساءة بالغة للنبي صلى الله عليه وسلم على الأقل عدم تقدير للنبي صلى الله عليه وسلم حق قدره وقلنا أيضا من باب آخر هم يقولون هذا يقولون أنه آخر الأنبياء ثم سيأتي بعده عيسى طيب إذا كان آخر الأنبياء ثم هناك استثناء أن عيسى سيأتي في آخر الزمان هل ستثبت الأفضلية أم سيثبت العكس يعني إذا كانت الأفضلية تثبت أن يكون واحد آخر فسيكون إساءة الإسلام هو آخر دعم هذا إذا كان هذه الأفضلية لن تبقى لإند النبي صلى الله عليه وسلم صحيح يعني هنا المشكلة أنه مجرد التركيز على الآخرية ونسيان المعنى الحقيقي يجعل أن هذه الآخرية إذا كانوا يعدونها أفضلية يجعلها مكسورة ويثبتونها لعيسى بن مريم عليه السلام هذا طبعا إضافة إلى أمور أخرى مرتبطة بالموضوع يعني الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يقول وَلَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ فمن ناحية النبي صلى الله عليه وسلم متوفى وعيسى بن مريم عليه السلام حي فكيف يعقل هذا ألا يعني ذلك أن عيسى والعياذ بالله أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان عيسى زمنه ممتدا من بعثته إلى قيام الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم وكأن زمنه متضمن في زمن عيسى ألا يعني ذلك أن عيسى هو الأفضل نأخذ بعض التصالات للأخ شباح مصطفى من الجزائر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا أخواني حيكم الله جميعا هذا أبداً هذا أبداً بسم الله الرحمن الرحيم لقد بعث الله عز وجل الرسائل من آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل رسالة استطفى لها رسول ولكن ما الدليل أن الرسالة هي من عنج الله عز وجل لابد من إمضاء أي التوقيع والختم وهذا الأخير يعني الخاتم لابد أن يكون معروفاً لدى الأمم لكي يؤمنوا الناس والإيمان يستلزم مشاهد آيات التي لا تحصل إلا بواسطة المأمور وهذه الآيات تكون نبوآت وعندما تتحقق هذه النبوآت من آيون الناس يؤمنون بالرسالة وبالرسول إذن النبوآت هي الخاتم وكل رسول له خاتم من عنج الله عز وجل وبما أن كل نبي تنبأ بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو الكامل والكل وأحمد وتكلم عليه الرسائل وتكمل عليه الرسالة الإلهية إذن هذا الرسول الكامل هو خاتم النبيين لأنه نبأ لجميع الأنبياء وهو تصديق لجميع الأنبياء وهو القرآن الكريم يقول سيد الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام لقد بلغت جميع النبوات والرسالات منتهاها عند وصولها غروة كمالها في شخص سيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرفع منزل من كافة المخلوقات ومن الملائكة مما يعني أن خاتم النبوة والمعراج إسمان لشيء واحد ما كان محمدا أبا أحد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين مجرد بأنه رسول نفى الله عز وجل كونه أبطر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأب الرحاني أما الخاتمية هي الكمال هي صدرة المنتهى هي القرآن الكريم والذي يأتي بالكمال فإنه كامل وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا ينال أحد فاضل إلا بفضل خاتمه صلى الله عليه وسلم وهو الوحيد الذي يمكن أن يرهب بفضل خاتمه النبوة التي يشترط لصاحبها أن يكون من أمته لقد وضح الإمام المهدي عليه السلام هذا المقام في شرحه في شرحه في صورة النجمة في الآية التي قال بها عز وجل ثم دانا فتدل فإذا قد دنوت إلى الله تعالى وانيت بركات الإلهية فتدلت إلى أمتي لإنصال هذه البركات الإلهية فمن نالها ورث علومي واتبع جميع أحكام ملتي وتكلم بإسمي فهو مني ويدفن معي في روضتي بلغوه السلام مني هكذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبيعوه ولو حب على السجل لأنه رسول مصدق لما معكم ولقد أخذ الله عز وجل ميثقكم لتؤمنون به ولتنصرنه وأقرارتم على ذلك ولكن يا أسف يا حصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إذا كانوا به يستهزئون بارك الله فيه جزاكم الله أحسن الجزائر الأستاذ محمد بن الجزائر أستاذ محمد الصغير بإجاز السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ونحن تعطيب على ما قاله السيد قبلي أنه وحي يوحى عن نمه شديد قواز مرة في استوى وهو من أفق أعلى ثم دنافة دنافة كان قاب قوصين أو أدنى عن هذا المنصب نانه نبي قبل لا يوجد لم أسمع هذا نبي أما عن كلام السيد من السودان أن يرغب فيه السيد من السودان جميع الأمم الديانات يستنوا في موحود في المهدي والمسيعة حتى غير المهود والمسلمين يستنوا ونحن جميع المسلمين خاصة في شباب أفريقيا يبنى عرفوا الأحمدية هذه من زمان كان هنا فتا بعد الأنفين لكني كنا نستنى في مهدي وكتاشيجي وكنا نستنى في مسيح وكتاشيجي اليوم غدوة وحقق قالوا قيل الشيوخ والخبار لأن الكشوف والخشوف تعلمان المهدي قد جاء منتظروه عن قريب سوف يأتيك هذا السيد وميعرف شيئا عن تاريخ المسلمين ولا يعرف آية قل في من ذا الذي يشرع عنده وذا بإذنه أن الناس يتحكمون في ملك الله وهم مخطئون ولم يعرف صورة الزجر أن ربك أنا في المرصان حراز عدانه بأمت كل ما يخص عن جهة والسلام عليكم ورحمة الله جزاكم الله أحسن الجزاء طبعا قليلا على ما تفضل به المتصل الأول بارك الله فيه طبعا النبوة فعلا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بصفته الخاتم والخاتم وأنه هو الذي أثبت نبوات الأنبياء السابقين فالواقع أن للنبي صلى الله عليه وسلم منا على كل هؤلاء الأنبياء يعني إذا نظرنا في الأديان السابقة وفيما بين أيدي الناس حول كل هؤلاء الأنبياء سنجد أنها قد ألحقت بهم نقائص وأمور كارثية على سبيل المثال يعني مثلا آدم عليه السلام حمل إثم ووزر الإنسانية بالكامل أنه أخطأ وخطأه ورثه الناس وخرج الناس من الجنة بسببه وبسبب أنه قد أكل التفاحة مثلا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأزال هذه الفكرة الخاطئة وبيّن أن القضية ليست كما أنتم تفهمون نوح عليه السلام أيضا الله تبارك وتعالى غضب على البشر وندمه لأنه خلق البشر فأراد أن يهلكهم فأنقذ نوح والذين معه بصورة يعني كما كان الموضوع مذكورا في الكتاب المقدس بطريقة تسيء إلى الله تبارك وتعالى وتسيء إلى نوح وأيضا ما حدث بعد نوح بعد ذلك كيف تعرى وكيف رقص ولوت وإبراهيم وموسى وداود وسليمان وعيسى عليه السلام على فكرة للنبي صلى الله عليه وسلم من عظيمة على عيسى عليه السلام وعلى المسيحية يعني تخيل أنه المسيحية بقيت إلى فترة طويلة تتعرض للطهاد فكري من اليهودية كيف أن المسيح عليه السلام عندهم كان قد ولد والعياذ بالله من الزنا وقد مات ملعونا على الصليب وجاءت النظرية المسيحية لتقر وتعترف باللعنة للأسف وتقول بأن المسيح ملعون فعلا ولكنه لعن من أجل أن ينقذ البشرية فجاء الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقول إن أمه صديقة وطاهرة وأن المسيح عليه السلام كان رسول الله الصادق والله تبارك وتعالى أنقذه من الخزي وأنقذه من الموت اللعين فلولا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمكن أن تقوم للمسيحية قائمة على كل حال فعلا لأنهم سيبقون دائما يشعرون بأنهم يحتاجون أن يدافعوا عن المسيح عليه السلام بينما ما الذي حدث هم يعني اليهود أصبحوا قلة في العالم بضعة ملايين بينما بعد المسيحية يوجد ما يقارب من 2 مليار يعني بعدد المسيحيين تقريبا في العالم يقدسون المسيح ويكرمونه ويقولون أنه صادق وأمه صادقة فمن سيسمع في العالم هذا اللغو وهذه الإساءة ضد المسيح عليه السلام فلو فكرنا فعلا في إحسان النبي صلى الله عليه وسلم على الأديان كلها وعلى البشرية كلها سنعرف أنه حقا هو خاتم النبيين نعم سوف هناك سؤال سوف نأخذ الإجابة عليه بعد الفاصل هناك مسألة في غاية الأهمية وهي نبأ عظيم للنبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا وهو نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان فهل يمس هذا النزول بالخاتمية وما هي الإشكالات التي تواجه الفهم التقليدي الذي يقصر الخاتمية بالآخرية فقط نأخذ الجواب بعد الفاصل كونوا معا الحوار مباشر جرأة في الحق صدق في العرض محبة في الحوار واحترام للرأي الآخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا بحر فضل المنعم المناني تهوي إليك زمر بالكيزاني يا بحر فضل المنعم المناني تهوي إليك زمر بالكيزاني يا شمس ملك الحسن والإحساني نورت وجه البر والعمراني يا شمس ملك الحسن والإحساني نورت وجه البر والعمراني يا من غدا في نوره وضيائه كالنيرين ونور الملواني يا من غدا في نوره وضيائه كالنيرين ونور الملواني يا بدرنا يا آية الرحمن يا بدرنا يا آية الرحمن أهدى الهداة وأشجع الشجعاني إني أرى في وجهك المتهللي شأن يفوق شمائل الإنسان يا رب صل على نبيك دائماً في هذه الدنيا يا رب صل على نبيك دائماً في هذه الدنيا يا رب صل على نبيك دائماً يا رب صل على نبيك دائماً في هذه الدنيا وابعث ثاني من ذكر وجهك يا حديقة بهجتي لم أخل في لحظ ولا في آني من ذكر وجهك يا حديقة بهجتي لم أخل في لحظ ولا في آني جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران وابعث ثاني نعم مشاهدين الأكارم هناك مسألة كما ذكرنا قبل الفاصل في غاية الأهمية وهي نبأ عظيم للنبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا وهو نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان فهل هذا يمس هذا النزول بالخاتمية وما هي الإشكالات التي تواجه الفهم التقليدي الذي يقصر الخاتمية بالآخرية فقط نعم كما وضحنا سابقا ذكرنا حول حشاشة النظرية والفهم التقليدي أنه يخالف القرآن ويخالف الحديث ويخالف موقف السلف السالح فإن عقيدة وهذا المعنى وفهمهم هذا يناقض بعض المعتقدات الهمة وبعض المعتقدات الهمة تقف أمام هذا المفهوم الذي يتبناه الفكر التقليدي ومن أهمها نزول المسيح إيسى بن مريم التي هي من المعتقدات الراسخة عند أغلبية المسلمين إن عقيدة نزول إيسى عليه السلام يعني كيفما كان هذا النزول تنقض النظرية الفهم التقليدي وتثبت بطلانها وتضع أمامها كما هائلا من التساؤلات والتناقضات التي يستحيل حلها وأذكر بعض هذه التناقضات وبعض هذه التساؤلات أنه عندما ياتي المسيح عليه السلام سيكون نبيا كما كان سابقا فكيف سيبقى النبي صلى الله عليه وسلم بحسب فهمهم لآيات خاتم النبيين كيف يبقى النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء مبعثا إذا جاء المسيح إيسى بن مريم نبيا كما كان نبيا سابقا فهذا هو السؤال الوجيه ولا يستطيعون أحلها قد يقولون بأنه نبي سابق وهذا لا يناقض الآخرية لأنه نبي قبل نبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت فكرتهم يعني يمكن أن يرد على هذه الفكرة أيضا ولكن نقول يعني إن لم تروا أن هذه الفكرة تنقض الآخرية فإنها تنقض الخاتمية لأن الخاتمية تقتضي أن يأتي شخص يربى بفيود محمدية وإلا لا أفضلية للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء شخص من خارج هذه الأمة من خارج أمة النبي صلى الله عليه وسلم لكي ينقذ هذه الأمة كذلك هذا الفهم ينقض كمال القرآن الكريم لأنه إنما يأتي فسيخالف مجيه لبعض الآيات القرآنية وأهمها ورسولا إلى بني إسرائيل يعني إنما يأتي سيدنا المسيح وهو النبي في هذه الأمة ويقرأ الناس في القرآن الكريم ورسولا إلى بني إسرائيل فإما أن يقول بأن هذه الآية منصوخة وإما أن يأتي بآية أخرى يقول بأن إيسا عليه السلام يكون رسولا إلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلا سيواجه موارضة شديدة من الآيات القرآنية وأهمها هذه الآية رسولا إلى بني إسرائيل فهذه الآية ونزول إيسا عليه السلام بشخصه لا يمكن أن يجتمع فهكذا ليس هذا فقط وإنما هناك عندما يأتي إيسا عليه السلام سوف يواجه الناس أنه يضطر لإلغاء كثير من الأحكام القرآن والآيات الأخرى فهناك تساؤلات كما من التساؤلات وقضايا التي لن تحل إذا فسروا معنى خاتم النبيين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء مبعثا ولكن إذا أخذنا هذا المعنى كما بينا أنه أفضلهم وأكملهم وأرفعهم فهذه المعاني تنسجم مع كل هذه المعتقدات وتقدم سورة كاملة شاملة لا إطراض إليها أما المعنى الذي يأخذونه ويتبنونه في الحقيقة يصبحون أول رافضي لهذه المعنى عندما يؤمنون أن نبي الله بحسب نبوات النبي صلى الله عليه وسلم سوف يظهر في هذه الأمة نعم جزاكم الله أحسن الأخ مراد من الجزائر سلام عليكم أخ مراد سلام عليكم كنترول طيب يتبادر إلى الذهن ما يلي مشاهدين الأكرم ألم يكن نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلم أنه خاتم النبيين وأن عيسى الذي يبشر بمجيئه بعده أيضا نبي من أنبياء الله ورسولا إلى بني إسرائيل يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم ألم يكن يدرك أن مجيئ عيسى سيكسر ختم نبوته صلى الله عليه وسلم ألم يعلم صلى الله عليه وسلم أن الدين الذي قد اكتمل وأن نعمة الله قد تمت بمجيئه هو صلى الله عليه وسلم وأن القرآن موجود والسنة موجودة ولا حاجة بعد ذلك إلى أي شخص يبعث من عند الله تعالى سيدنا نعم بارك الله فيكم فعلا هذه أسئلة وجيهة للغاية إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من يعلم بأنه خاتم النبيين بمعنى أنه الكامل الذي جمع كملات النبوة والذي جاء بالقرآن الكامل والشريع الكامل وأنه لا نبي بعده بهذا المعنى وهو المعنى الصحيح كما قلنا فكيف هو بنفسه يبشر بمجيئ عيسى ولا يرى أن هذا المجيء يكسر ختم النبوة هذا فعلا سؤال مهم للغاية هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يقر من خلال هذا النبأ أن مسألة النبوة تكون تابعة وخادمة له لا يمكن أن تكسر ختم نبوته يعني نبوة في أمته نحن الآن نقول النبأ يتحدث بشكل عامل أو عامل نقول بشكل مجمل لا يعرف الناس طبيعة ما الذي سيحدث في المستقبل لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينبئ بأن عيسى سيأتي في أخر الزمان وهو يعلم بأنه خاتم النبيين فهو تلقائيا كأنه يوجهنا إلى أن هذه البعثة عليكم أن تفهموها بأنها لا تكسر ختم نبوتي هذا تلقائي فلذلك هذا ما يجب أن نفهمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ابحثوا عن عيسى هذا المسمى نبي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله نبي الله في أربع مرات في حديث واحد من مسلم وعلموا أنه لا يمكن أن يكسر ختم نبوتي وفهموا الأمر بهذه الطريقة وليس بطريقة يمكن أن تكسر ختم نبوتي وأنا أول النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول أن يقول أنا أول من يعرف أن الكتاب قد اكتمل والإسلام قد اكتمل والقرآن موجود والسنة موجودة ولكن هناك حاجة لبعثتي شخص من بعدي من أمتي وهذه وجود الكتاب ووجود الإسلام لن يغني عن الناس هذه نقطة مهمة جدا يعني بعض الناس ممكن أن يقولوا طيب إذا كان اكتمل القرآن واكتمل الإسلام وطيب لماذا نحن بحاجة إلى هذا المبعوث الذي أنبأ عنه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يجيب على هذا السؤال ففي حديث رواه الترمذي في كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء انظروا على فكرة ينظر إلى السماء و كأنه ينبه إلى مستقبل لو كان الإيمان عند الثرية لنا من أبناء فارس و وضع يده على سلمان يعني يقول أنه في يوم من الأيام سيرتفع العلم يعني ينظر إلى السماء بنفس الطريقة حتى لا يقدروا منه على شيء يعني يصبح و كأنه ليس في عيد الناس من هذا الإيمان شيء فقال زياد بن لبيدن الأنصاري قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يختلس منا و قد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه و لنقرأنه نساءنا و أبناءنا يعني كيف ذلك القرآن بين أدينا و إحنا قرأنا و الله لنقرأ ولا أبناءنا ولا نساءنا ولا يمكن أن يزول القرآن من بين ظهرانينا فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة يعني يقول له كيف تخطر ببالك هذه الفكرة يا زياد يعني لقد أحبطني أنا كنت أظنك فقيها فهذه ينبغي ألا تخطر ببالك و قال صلى الله عليه وسلم هذه التوراة و الإنجيل عند اليهود و النصارى فماذا تغني عنهم يعني الكتب السابقة كانت بين يدي الأمم السابقة و لكنها لم تحمهم من الفساد و من الانهيار و من الابتعاد عن جادة الصواب فقال جبير فلقيت عبادة بن الصامت قلت ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء فأخبره بأنه قد صدق أبو الدرداء بمعنى أن عبادة قد أكد على حديث أبو الدرداء و هذا الحديث في غاية الأهمية و النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن وجود القرآن و حفظ القرآن كنص و التواتر في تحفيظ القرآن و قراءة القرآن لا يمكن أن يمنع من اختلاس العلم و أنه لا بد أن يأتي هذا المبعوث من هذه الأمة و هذا المبعوث سيعيد العلم مرة أخرى إلى الناس فهنا يجب أن يكون مفهوما أيضا يعني في الواقع لو تدبر الإنسان بشكل كبير في هذه المسألة أو توسع قليلا لا اكتشف أنه حتما لا يمكن أن يكون هذا المبعوث إلا من الأمة يعني لو كان عيسى بن مريم عليه السلام هو الذي سيأتي بالفعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأين تعلم القرآن؟ أين تعلم الإسلام؟ على فكرة سمعت قولا غريبا في مرة من المرات و تخيلوا إلى أي درجة وصلت أفكارهم لكي يحلوا سؤالا كهذا السؤال الذي طرحته يقول بأنه عندما كان جبريل يأتي و يتلو على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم كان يعود إلى السماء و يتلوه على عيسى تخيلوا و طبعا يعني كيف سيتعلم عيسى القرآن الكريم فعيسى عليه السلام جاء بشريعة التوراة و جاء بالإنجيل و قدم للناس الإنجيل فهل سيتعلم القرآن و سيتعلم علوم الدين على يد المشايخ هل هذا معقول أم سيأتي متعلما يعني في النهاية في النهاية يقولون أليس الله قادر على كل شيء؟ صحيح قادر على كل شيء فنقول لهم أليس هو قادر أن يخلق واحد إيسى مثل إيسى في هذه الأمة؟ هذا هو نعم بارك الله فيك نعم هناك الأخ مراد معنا سلام عليكم و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته تسمعوني جيدا أخي محمد شريك نعم نعم أحبائي في الله سلام عليكم و رحمة الله و بركاته بمتخالة بسيطة وهي إننا اتحظ مهمينة التي منها الله علينا في هذا الزمن الأخير هي نعمة الإنظمات إلى الجماعة المؤمنين جماعة جنسيح من معود عليه السلام قادرنا الصادق يا خبوث الرغبق عليه السلام يقول لهذه المسؤولة الإلهي علي السلام ما عارفنا الحقيقية جاملة الخريف فجاء بها أن والصفاء صلى الله عليه وسلم محطة أعظم ما قال لكم أسيء المعروض عليه السلام في حديثه المستقبل الله عليه السلام اكتبيان مخاطيه و أنواره حتى بشدية جمحة شهار المعنى الحقيقي لخاتب الأنبيحة ليس معنى بمساءة من قبل أبدا كانت فرق سيبراهيمة على رسول صلى الله عليه السلام اكلموا بشكل التركيز بكلمات بكل عرفات مقدسياتها فالحمد لله إن قيور المسيح المعود على السلام فهمتنا القدسي بحقيقة للصلاة الإبراهيمية على الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك باستكار أخوار وإحسنت هذه النبيت صلى الله عليه وسلم والتي بها فقط يجاب كل الطعام للأخير أقول اشتركوا لله الذي أخرجت من ظلمات تفسير تقليدية إلى أنوار جيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم والتي أعادها لنا في نتورية خارجتكم الصادق المسيح المعود على السلام وستخدق عليكم وحمد صلى الله عليه وسلم ودعوكم جزاكم الله أحسن الجزاء طبعا هناك على التواصل الاجتماعي شخص يكتب يقول لا نزول للمسيح ولا ظهور للدجال هذه خرافات إسرائيليات مبثوثة في كتب الرواه وغيرها كثير مثل المرور على الصراط والسجود الشامس وهي تتعارض مع القرآن وخلق الرسول والعقل السليم ماذا تجيبون؟ كنا قد أجبنا في البداية يعني أن هذه الروايات ليست يعني على لسان شخص شخص راوي واحد ولا اثنين ولا خمسة ولا عشرة ولا اشرين يعني قرابة ثلاثين راوي وهل يمكن يعني أن ينقلوا واحد من الآخر مثل هذه الأمور الكاذبة أنهم لم يستطعوا أن يوفقوا هذه هي النتيجة في الحقيقة هي هي القضية هناك من ألغى كل هذه الأحاديث هذه النتيجة المنطقية لفهم خاتم النبيين على طريقتهم لا بد أن يرفضوا في النهاية هذا هناك من يقول أن المسيح عيسى ومريم المذكور في الأحاديث بأنه سينزل لن يكون نبيا كما كان عند نزوله لذا لن يؤدي ذلك إلى كسر ختم النبوة فما مدى صحة ذلك في الحقيقة القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل أبدا أن إيسى عليه السلام سوف تسلب منه نبوته في يوم من الأيام لم يذكر القرآن بأن إيسى عليه السلام الذي بعث في الأمة الإسرائيلية سوف تسلب منه نبوته يوم ما ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن عندما أنبع عن مجيه في هذه الأمة بأنه دير بالكم أنه سياتي في هذه الأمة ولكن بدون نبوته لا بل أكد على أكس ذلك في حديث واحد لأربع مرات وهو يذكر إيسى عليه السلام الذي سياتي في هذه الأمة وكأنه يرد على هذا التصاول ويقول للمسلمين هذار أن تعتبروه مسلوب النبوة بل هو نبی الله ونبی الله ونبی الله ونبی الله أربع مرات يقول أنه أنه سياتي نبی الله إذن إذا كان القرآن لا يقول أن سلب نبوته وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أن سلب نبوته بل يؤكد لأنه سيكون نبياً فمن يجرؤ أن يقول أنه سياتي بدون نبوة أي دليل في أيديكم تتبنونه وتقولون بناعاً لأنه سياتي مسلوب النبوة بل هناك من السلف الذين أفتوا بكفر من يظن ذلك ومنهم اللام السيوطي ويقول من قال بسلب نبوة عيسى عليه السلام عندما ياتي في المرة الثانية في الأمة المحمدية فقد كفر فهؤلاء يكفرون الذين يعتبرونه نبياً أصلاً إذا جاء بدون أي نبوة إذن معنى ذلك الإيمان به وعدمه سواه لأنه ليس بنبيه فهذا لا هاجة أن يبعث شخص مثله في الأمة ولا هاجة أن يتتبنى الأمة هذا المعتقد منذ قرون والناس ينتظرون مجيه لكي ينقذ الأمة الإسلامية من هذه الوائلات فهناك لا يمكن الجمع بين القول بأن محمد صلى الله عليه وسلم آخر النبيين وليس خاتم النبيين لأن مانا خاتم النبيين ليس آخر النبيين كما يرون لا يمكن الجمع بين قول بأن محمد صلى الله عليه وسلم آخر النبيين وبين نزول المسيح لأنه إذا نزل سيكون هو آخر فلا يمكن النجم إلا إذا رضينا بأنه ينقذ خاتمية الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيكون مخالفا لكمال القرآن كما ذكرتو بأن هذه الآية سوف يواجهه رسولا إلى بني إسرائيل وكذلك كما على الأمة كما بينا فبرفض نزول إيسى عليه السلام جملة وتفصيلا وبضرب جميع الأدلة الثابتة بأرض الهايد هؤلاء يستطيعون أن يفسروا خاتم النبيين أنه آخر النبيين وإلا لا نستطيع أو أنهم في النهاية سوف يقولون أنه لن ياتي إيسى ولا إمام المهدي كما أنتم تفضلتون وهذه هي في الحقيقة نتيجة لأنهم لا يستطيعون أن يوفقوا بين معناهم الذي أخذوه أنه آخر النبيين وبين مجيئ إيسى عليه السلام لا يستطيعون التوفيق فبالتالي يقولون طيب لا يوجد إيسى ولا مهدي ولا إيسى نحن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن هنا هؤلاء ينكرون ما ورد في القرآن الكريم عن بيث ثانيا للنبي صلى الله عليه وسلم ما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن مجيئ إيسى عليه السلام نبي في هذه الأمة فكيف أنهم يأخذون ببعض الكتاب وببعض أحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويرفضون البعض فهكذا يصبح الإنسان انتقائيا فيجب أن نؤمن بكل الكتاب ونأخذ بكل الأحديث كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة يعني قد بنت مؤتقداتها على هذه الأشياء ولكن لأنهم لا يستطيعون أن يوفقوا بين هذين النقيضين فليجل ذلك في النهاية يصلون إلى هذه النتيجة الحتمية وهي أنه لا يوجد إمام المهدي ولا المسيح المعوذ وبيننا القرآن ونكتفي به نعم جزاكم الله أحسن الجزاء إذن مشاهدين الأكرم ما أهمية أن يرسل الله تعالى مبعوثا هل كل مبعوث يجب أن يكون نبيا ولماذا ينزل ابن مريم أو يأتي غيره سؤل الضمين نعم بارك الله وفيكم الواقع أن القانون الإلهي هو أنه إذا أنزل الله تبارك وتعالى دينا أو هديا سماويا فإنه ينزله مع نبي وإذا أراد أن يصلحه فلا يصلحه إلا بنبي إلا بمبعوث من عند الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يرسل الله دينا ثم يحيى هذا الدين أو يعاد إليه الحياة أو يجدد هذا الدين من خلال مبادرة من أشخاص لا يمكن يعني نعريد أن نقول أن إذا ظهر الفساد في البر والبحر صحيح بما كسبت أيدي الناس لا يكون إصلاح المجتمع أو إصلاح ذلك الوقت إلا من خلال مثلا قائد عسكري أو قائد سياسي أو قائد ديني شيخ أو كذا أو رجل دين أو مفكر أو فيلسوف بل يكون من خلال مصلح رباني هذه سنة الله في الخلق صحيح يعني لا يمكن على فكرة أن يجدد الدين مثلا قائد عسكري أو يجدد الدين فيلسوف أو يجدد الدين مجرد شيخ تقليدي على سبيل المثال هذا الموضوع مستحيل و القرآن الكريم بنفسه يسجل بأن روح النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ستقول متضرعة إلى الله تبارك وتعالى و قال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه روحه ستنادي الله تبارك وتعالى و ستقول إن القرآن قد هجر هل هذا الكلام متعلق بزمن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لا في ذلك الوقت لم يكن القرآن مهجورا بل بقي القرآن على أعلى درجات الاهتمام في القرون الثلاثة الأولى و بقي أيضا بين ظهراني المسلمين و سببا لرقيهم لسنوات طويلة امتدت إلى أكثر من ألف سنة ثم بعد ذلك بدأ الانحطاط و طبعا الانحطاط بدأ بعد ثلاثمائة سنة يبدأ شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى مرحلة شديدة قبل ما يقارب المئة عام فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن هذا الأمر و يقول يا ربي إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورا و النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة و فيهم تعود أليس هذا الوصف و الوصف المطابق تماما للزمن الذي نحن فيه طيب ما الحل بعد ذلك هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلن نهاية الإسلام هل يعلن أن هذا الزمن الذي سيأتي سيكون الزمن الأخير و بعد ذلك ستطوى صفحة الإسلام هل هذا معقول طيب هل لا سمح الله هناك دين بعد الإسلام سيبدأ المشوار من جديد قطعا لا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنبأ عن هذه الأمور و هذه الأمور نراها واقعا ملموسا فهل من المعقول أن يترك الله تبارك وتعالى هذا الدين هل من المعقول أن لا يحيي الإسلام من جديد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بيّن بأن هذا الإسلام سيحيى على يد المسيح كما ورد في الأحاديث و عيسى بن مريم والمقصود كما قلنا بعيسى بن مريم أنه مبعوث من الأمة المحمدية فالنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية بيّن و أنبأ عن هذا الزمن و من ناحية ثانية أنبأ عن الإصلاح الذي لا بد أن يحدث فالقول أننا لسنا بحاجة لإصلاح لسنا بحاجة لمبعوث هذا طبعا يخالف المنطق بداية و يخالف الأنباء و يخالف الواقع يعني نحن الآن إذا أحد نظر إلى حال الأمة هي في الواقع غارقة في هذه المشكلة من أكثر من مئتي سنة لنقول طيب كل المبادرات التي حاولوا أن يصلحوا بها حالهم باءت بالفشل الذريع و الأمة تتراجع إلى الوراء شيئا فشيئا فشيئا حتى أوشكت أن تفنى طيب ألا يخصى في هذا درسا لدرس للذين يعني يتخذون هذه الفكرة و لا يريدون أن يتخلوا عنها مبارك الله أعف جزاكم الله أحسن الجزاء أستاذ نديم هل هناك سابقة لهذا الفهم التقليدي و هل تناوله القرآن الكريم و عالجه نعم الفهم التقليدي السائد ليست هذه الظاهرة جديدة في التاريخ الديني بل هذه الظاهرة معروفة لأن الأقوام على مدى الزمن في الحقيقة استخدموا هذا الصلاح أنه كل ما جاء نبي و مضى اعتبروه آخرهم و لن يأتي بعده أي نبي فعندما يبعث نبي جديد يقولون لا لن يأتي بعد النبي السابق لن يأتي أي نبي جديد فأنت كاذب فكانوا يتخذون هذا الصلاح لكي يشهروه في وجوه في وجه من يأتي جديدا و إذا صدقوه يعني إذا صدقوا بمبعوث بعد جهد جهيد فإنهم يشهرون هذا الصلاح في الذي يليه وقد ذكر على القرآن الكريم وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسف مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا ظِلْتُمْ فِي شَكٍ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولَهِ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُصْرِفٌ مُرْتَابٌ فهذه الزاهرة موجودة في السابق وحتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى مبينا سفاحت من يزن أن لن يبعث الله أحدا ورد في القرآن الكريم في سورة الجن وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأننا زننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رحقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا ففي الحقيقة إن رفض الأنبياء والاستهزابهم وإنكارهم هذا نجده في زمن كل نبي والله سبحانه وتعالى قد أجمل في قوله تعالى هذا الموضوع عندما قال يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَاتِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِعُونَ إنهم ينكرون مجيه وبعثته ويستازهون هذا هو النبي الذي بعثه فهذا الموضوع مستمر مع الأنبياء وهذه الفكرة السائدة في أزهان الناس إنهم يرفضون أي نبي جديد فهو ليس بالجديد الذي نراه في هذه الأيام نعم جزاكم الله أحسن الجزاء وهناك طبعا أسئلة أخرى لابد أن نتناولها إذن ما حقيقة النبوة أستاذ تميم في الأمة المحمدية وهل بعث الله تعالى أنبياء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أم ما هو المقصود بذلك نعم هناك جانبان الجانب الأول هو أن الله تبارك وتعالى قال بأنني لم أحرم هذه الأمة من نعمة الدرجات والمقامات النبوية بل على العكس إن هذه الأمة بسبب اتباعها لخاتم النبيين سينال أفرادها كمالات الأنبياء ودرجاتهم وسيرفعون إلى مدارج الأنبياء وسيعدون عند الله تبارك وتعالى أنبياء وهذا يتضمن عددا كبيرا جدا من أولياء الأمة ومن مجددها علماء أمتك أنبياء بني إسرائيل صحيح ويغبطهم الحديث الذي تحدث يغبطهم الأنبياء نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أمتي من يكونون على منابر من نور وليسوا بالأنبياء ولا بالشهداء ولكن يغبطهم الأنبياء والشهداء الواقع أن الذي ينظر في أحوال صلحاء الأمة الإسلامية وفي أوليائها ومجدديها سيرى قوة روحانية هائلة لم تكن عند الأنبياء السابقين سيرى حتى على فكرة سيجد عندهم وحيا وحيا كثيرا وكثيفا جدا مما يدل على الصلاة القوية مع الله تبارك وتعالى ولكن ما هذا الوحي كان وحيا مبشرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات بمعنى أنه لا يوجد وحي يحمل تعليمات جديدة ولا يحمل شريعة جديدة فأحوال الأمة وصلحاء الأمة والخلفاء طبعا بالدرجة الأولى يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه على سبيل المثال هل هو أدنى منزلة من الأنبياء بل على العكس على فكرة قام بأعمال لم يستطع أن يقوم بها الأنبياء يعني هارون عليه السلام بعد موسى تفرق القوم فقط ذهب موسى عليه السلام أربعين يوما فتفرق القوم عبدوا العجل أبو بكر الصديق رضي الله عنه انقلبت الجزيرة العربية بالكامل وارتد الناس فردهم بعزمه وبتصميمه وبفهم الصحيح للإسلام وبتوكله على الله تبارك وتعالى وانظر إلى عمر وإلى عثمان وإلى علي رضي الله عنهم هل هؤلاء كانوا أدنى منزلة من الأنبياء السابقين هم في الواقع في مراتب الأنبياء وفي مراتب حتى أعلى الأنبياء عند الله تبارك وتعالى لأنهم تلاميذ وخدام النبي صلى الله عليه وسلم ناهيك طبعا عن الأولياء الذين كانوا يظهرون في أماكن مختلفة وفي أزمنة مختلفة في حياة الأمة الإسلامية وكانوا يجددون الدين ويرون الناس الكرامات والمعجزات ونتيجة لقوتهم الروحانية الممتدة من القوى القدسية للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعيدون الناس إلى الإسلام باستمرار فمعنى النبوة التي نتحدث عنها وهي نيل درجات الأنبياء هذه مسألة مفروغ منها ولكن كما قلنا لا يسمى هؤلاء بالأنبياء لأن النبوة تتطلب البعثة وتتطلب التكليف والنبي صلى الله عليه وسلم باختصار شديد تحدث عن نبي بعده الآن شئنا أم أبينا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عيسى سينزل بعدي هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم القضية التي نتحدث عنها هي كالتالي الفهم على أن عيسى عليه السلام الذي بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو عيسى بن مريم النبي لبني إسرائيل فهم خاطئ والصحيح هو أن هذا عبارة عن اسم رمزي لمبعوث من الأمة المحمدية من هؤلاء الأولياء والصلحاء الذين يرفعون إلى مدارج الأنبياء مكلف بهذا العمل وهو المسيح الموعود وهو الإمام المهدي وهو الرجل الفارسي كما قلنا فالقضية كيف؟ القضية أننا أمام خيارين أي مسلم على فكرة أمام خيارين لا ثالث لهم إما أن يؤمن بعيسى عليه السلام نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يؤمن بأن عيسى المبعوث هو شخص من هذه الأمة المحمدية وأن نبوته لن تضر خاتمية خاتم النبيين فأي الفريقين حقوا بالأمن؟ أي الناس الذين يقدمون الفكرة التي لا تسيء إلى الإسلام؟ أما قول البعض بأنه لا بأس فلينزل عيسى أو سينزل عيسى من زوع النبوة أو أن هذه الأحداث ستحدث كما يقول البعض في اليوم الأخير قبل القيامة يعني ينزل عيسى ويقتل الدجال ويفعل كذا وكذا كلها عبارة عن أحداث تحدث من بين عشية وضحاها وتنتهي القصة هذا استهزاء بالإسلام استهزاء بالدين استهزاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذه هي القضية أننا لا نقول بأن الأنبياء كانوا قد بعثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أنبياء سيبعثون بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الآن فصاعدا لا وجاء الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام والمسيح الذي هو المسيح الموعود الذي هو رجل الفارسي جاء وفقا لهذه الطريق التي هي طريق النبوة في الأمة المحمدية وبعد ذلك بدأت الخلافة الراشدة والخلافة الراشدة هي التي ستقوم بقيادة الأمة والخلفاء الراشدون هم الذين سيكونون في هذه المراتب العليا هم على رأس هذه المراتب العليا وسيكون أيضا في الأمة من سنرى فيهم كمالات الأنبياء وأحوال الأنبياء ووحي الأنبياء هذا موضوع هائل جدا في الأمة المحمدية الأمة المحمدية كانت ولا تزال تظهر هؤلاء الناس أصحاب الكرامات أصحاب المعجزات أصحاب العلاقة القوية بالله تبارك وتعالى والواقع أن الذي يقترب من الخلفاء الجمال الإسلامية الأحمدية يستطيع أن يرى أن أحوالهم نستطيع أن نشد هذه الشهادة والله تبارك وتعالى شهيد علينا وحسب علينا أحوالهم هي أحوال الأنبياء ما نرى منهم هي فعلا ما كان يرى من الأنبياء السابقين فهذا الذي يجب أن يتدبر فيه الناس ويتفكرون نعم فعلا وهذا ما يشير ويؤكد عليه مولانا أمير المؤمنين أيضا الله تعالى نصر العزيز أن على كل أحمدي أن يكون آية على صدق سيدنا آئة الإمام المهدي صدق الرسول صلى الله عليه وسلم صدق الإسلام في دائرته في مجتمعه في محيطه هذه رسالة ضرورية جدا لكل أحمدي علينا أن ندعو لبعضنا البعض علينا أن ننصح بعضنا البعض علينا أن نركز في الدعاء وفي الإبتهال والتضرع وقيام الليل والحسنات حتى يكون الفرد الأحمدي فعلا نموذج لمحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يشاهد الآخرون يقول فعلا هذا مميز بأخلاقه معجزة المؤمن هي أخلاقه هذا ما يريد سيدنا أمير المؤمنين وأرجو من أستاذ نديم أن يلقي الضوء على هذه النقطة بشكل خاص أن يكون كل شخص مننا هو محمد صلى الله عليه وسلم حيث استبغى بصبغته حيث انطبع بطابعه نقش بنقشه صلى الله عليه وسلم نعم نحن ذكرنا أول الأمس كيف ينبغي أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنقرات مقتبث من كلام سيدنا المسيح المعود صلى الله عليه وسلم يذكر فيه أنك عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تجتهد ومن صميم فوادك أنك أن تؤمن بداخلك أنه لا يوجد شخص يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك حاول أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الجميع فبهذا الطريق أنت تستطيع أن تسلي على النبي صلى الله عليه وسلم بشكل صحيح فليحاول كل أحمدين كل من يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يعتبره خاتم النبيين بهذا المعنى التي نقول فيه أن فيوضه جارية وسارية ونستطيع أن ننعم بهذه الإنعمات والبركات كل ما اقتربنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم لك هناك من يقول أستاذ نديم أن النعمة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ليس منهم بل هم معهم وليس منهم نعم سوف أتناول هذا الأمر أيضا فأقول فإذا كنا نوم بهذه المفاهيم ينبغي أن نقتبس من هذا النور وكيف يجب أن يظهر هذا النور من خلال تصرفاتنا ومن خلال عمالنا من خلال تمسكنا بالدين من خلال تعاملنا مع الآخرين يجب أن يظهر في كل شيء فحتى يراء الناس صورة تلك الأخلاق المحمدية في تعاملنا في سلوكنا فهؤلاء حتما سوف يقولون طيب أنتم فهمتم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الجميع أما إذا بقيت هذه الأمور نظرية ولم ننفذها في عمالنا في تصرفاتنا في سلوكنا فلا فائدة من هذه الأفكار التي لا نستطيع أن ننفذها فهذا الأمر ينبغي أن نهتم بها وكل واحد وضمن نفسي يعني ينبغي أن نجتهد نجتهد من الصفر حتى نعمل على هذه الأمور ولكي نسبها نموذج في محيطنا وفي مجتمعنا أما بالنسبة إلى قولكم المتعلق بهذه الآية ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء فبعضهم يظنون أن هؤلاء الذين يطيعون الله والرسول يعني النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لن ينالوا هذه المراتب لا يرتقون إلى مرتبة الأنبياء ولا إلى الشهداء ولا صلحاء ولا الصديقين وإنما يكونون يحظون بمعيتها ولا يكونون معهم فنقول أولا أنظروا إلى هذا الإعلان الذي يقول يعلنه الله سبحانه وتعالى عن أي شخصية عن شخصية محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم النبيين عن أي أمة التي هي خير أمة فما عازمه هذا الإعلان الآن الأنبياء ينبغي يعني هذا مفهوم تلقائيا أن أتباع هذا النبي الذي هو خاتم الأنبياء الذي يهزى بختم النبوة والذي هو يكون من خير أمة ينبغي أن يهزى بإنآمات أكثر من أتباع أي نبي فهل هل الناس من الأمم السابقة الذين أطاعوا رسلهم كانوا يتلقون الجواب بأنهم إذا أطاعوا أطاعوا الله سبحانه وتعالى وأطاعوا رسولهم فسوف يكونون في صحبة المنعم عليهم فقط ولن يكونوا منهم أبدا هل هكذا كانوا يتلقون؟ وإذا كانوا يتلقون هكذا فما ذلك ينبغي أن يتلقى أطباع النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة أفضل من ذلك ألا ترون أن هذا المفهوم الذي يتبناه البعض أنهم فقط يكونون مع الأنبياء ومع صلحة ومع شهداء ولا يكونوا منهم حتى لا يكونون صالحين بل يكونون منهم لا يكونون شهداء بل يكونون منهم لا يكونون صدقين بل يكونون فقط معهم يعني هذا تقليل من شانهم وليس رفعة شانهم والله سبحانه وتعالى هنا يعلي شان النبي صلى الله عليه وسلم ويعلي شان أطباع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا المفهوم في الحقيقة بهتان عظيم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن الكريم وهذا إساء للنبي صلى الله عليه وسلم وإساء اهانة لأمته حيث حرمت من الإنعامات التي كان يتلقاها أطباع الأمم السابقة وهذا التفسير خاطئ بالطبع ويكذبه القرآن الكريم لأن مع في محل مده وهذا معناه معهم ومعناه منهم أيضا المعية وكذلك أيضا أنه يستخدم بمعنى من وهناك أمثلة كثيرة من الآيات القرآنية على هذا المعنى أن معا ياتي بمعنى من وليس أنه يكون معهم مثلا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة علي إمران ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اكتبنا أن نكون من الشاهدين ليس اكتبنا أن نقوم مع الشاهدين هناك آية أخرى إلا الذين تابوا وأصلحوا وأتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين هل هذا يعني هؤلاء لن يكونوا مؤمنين وإنما يكونون مع المؤمنين لا بل هو أولئك مع المؤمنين أي من المؤمنين ثم يقول الله سبحانه وتعالى يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وهذا نفس المعنى ثم يقول قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين يعني حل يعني أن تقف عند الساجدين تقوم عندهم لماذا لم تكن من الساجدين كما سجد هؤلاء كلهم كان ينبغي أن تسجد أنت وليس مع هنا إلا بمعنى من ثم علمنا الله سبحانه وتعالى الدعاء يقول ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ماذا يعني يعني كلما قبض روح قبضت روح أحد الأبرار أرجوك يا إلهي أن تقبض روحينا أيضا يعني حتى أكون معه أم المعنى يا إلهي لا توفنا إلا إذا كنا أبرارا أي اجعلنا أبرارا ووحشرنا وعندما نموت نكون من الأبرار أي نكون منهم وليس أن نكون يعني كلما توفيت حول الأبرار أن نكون واقفين عند رؤوسهم فليس هذا المعنى البتة وهذا المفهوم مخالف في الحقيقة للنصوص القرآنية وكذلك لا يوجد فيه إعلاء شعن أو أزمة أطباع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما التقليل شعنه طبعا معنات اتصال أخ وليد سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله والسعارة والخلافة والله وبرك الله فيكم على وسهل ورحمة الله وعافية عافية على الجميع ورحمة الله يا ربك خلينا نفض الموضوع مباشرة لأنه بوقت المنبيه وحالي بحكيه لعني يعني ما حالي بحكيه لطفحة وحتى نكون أقرب لمنطس المشاهد لو النبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من آخر كان آخر كان آخر نبي بس دون خاتم النبي وهو مخصف كان آخر نبي نفتعل خلاف نفتعل خلاف يعني كان آخر من نبي لمنطس من فترة سيد نموسى أحسن منا نفتعل يعني سوفي هم لفترة ما فيها ما فيها نبي لمنوح أم السيد منوح فيها النبي وام السيد نموسى فيها النبي ليش همتنا نحنا ما فيها النبي من تخاف شواضح صوتك عزيزي في مشكلة أنا بحاول أسمع يبدو فيه مشكلة بالاتصال أرجو من الإخوة شوف موضوع الصوت مشاهدين الأكرم هناك نقطة غاية في الأهمية وأرجو الانتباه لهذا المثاق لقد ذكر الله سبحانه وتعالى مثاق النبيين في آيتين في القرآن الكريم ومضمون أن الواجب على الأنبياء أن يصدقوا من سيأتي بعدهم فما الذي يمكن أن نفهمه من الجمع بين الآيتين السيد يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ هنا الله تبارك وتعالى يقول بأنه أخذ من النبيين ميثاقا بأنه إذا جاء بعدكم من يصدقكم ومن يقول بأنني جئت مصداقا للأنباء التي أنبأتم بها فإنكم ستؤمنون به وستنصرونه طيب هل في يوم من الأيام كان هناك نبي مبعوث ثم الله تبارك وتعالى أخرج له نبيا وقال له مثلا تعالى وآمن بهذا النبي يعني لنقول حتى لا ندخل في جدل حول هذا الموضوع هذه حالة لم تحدث عمليا لم تحدث وإنما هنا يتحدث الله تبارك وتعالى عما يجب أن يفعله الأنبياء لكي يساهلوا على الناس الإيمان بالنبي الذي سيبعث بعدهم بغض النظر إن كان هذا النبي أدنى منهم منزلة أو أعلى منهم منزلة لتؤمنوا النبي ولا تنصرن معنى ذلك لا يعني أنكم واجب عليكم أن تتبعوه قطعا وأنه سيكون أكثر منكم أو أفضل منكم وإنما القصد أنكم ستنصرونه من خلال أن تقدموا الحجج والبراهين والنبوآت التي أنتم قدمتموها سلفا وستساعدون الناس من خلال هديكم لكي يؤمنوا بمن سيأتي بعدكم طيب هذه الآية قد يقول الناس إنها تتعلق بكل الأنبياء سوى النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يطلب منه أو لا يمكن أن يأخذ منه هذا الميثاق الذي مطلوب منه أن يصدق فيه أو أن يضع نبوآت تتعلق بمن سيأتي بعده وأن يساعد الناس لكي يؤمنوا بهذا المبعوث ولكي ينصروه ولكن نجد في سورة الأحزاب أن الله تبارك وتعالى ماذا يقول وإذ أخذنا من النبيين ميثاقه ومنك ومنك يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يصدق الذي يأتي بعده نعم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقه ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاق غليظة ليسأل الصادقين عن صدقهم وعد للكافرين عذابا أليما ما هو الميثاق الذي أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يخبر وينبئ ويضع النبؤات والتعاليم وأيضا يصحح الأفكار عند الناس لكي يقبلوا من سيبعث بعده طبعا لا يعني ذلك أن المبعوث بعده سيكون والعياذ بالله أعلى منه لا هنا كأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول بأن النبي يجب أن يخبر بشكل عام عن من سيأتي بعده سواء كان أعلى منه أو أدنى منه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بما أنه خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين هو في الواقع ماذا أخبر أخبر بعيسى بن مريم الذي سيكون من هذه الأمة الذي سيكون خادما لي وتابعا لي والذي سيقوم بمهام كذا وكذا وسيجدد الدين وسيدافع عن الإسلام وسيعيد للأمة مجدها من جديد وهذا الشخص هذا إبارة عن شخص في الواقع هو خادمي ولكن أنا من الواجب علي أن أسهل علي هذه المهمة بأن أنبئة عن هذه البعثة وأن أطلب منكم أيضا أن تؤيدوه وأن تنصروه وهذا شيء طبيعي جدا في الواقع يعني عندما يكون هناك لو كان هناك ملك على سبيل المثال أو أي إنسان عظيم ألا يمكن أن يعبر ويقول مثلا والله سأرسل لكم فلان الفلاني وهذا الشخص يعني مطلوب منكم أن تفعلوا كذا وكذا وكذا وهذا ما حدث تماما مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنبأ بهذا المبعوث وأكد أنه من الأمة المحمدية وأكد أنه هو إمامكم منكم وأعطى كل التفاصيل المتعلقة به فالواجب أن نتدبر في أنباء النبي صلى الله عليه وسلم لكي نفهم ما هي هذه البعثة والحمد لله أن الأمر قد تحقق وأصبح الآن أمرا واقعا فما علينا سوء أن نصدق ونؤمن هل هناك إشارة واضحة إلى بعثة مبعوث في الأمة المحمدية يكون على مقام النبوة وما علاقته بالمسيح الموعود نزوله من السماء في الحديث الشريف بإجازة سازنديم نحن ذكرنا هذه الآيات من سورة الجمعة هذه الآيات الأولى التي تقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يطلو عليهم آياته ويذكيهم ويؤلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو الأزيز الحكيم أن هناك بعثة ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم بعثة أولى في الأميين وبعثة ثانية في الآخرين وأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يبث مرة ثانية فيقول بعض الناس فرارا من هذا المحفوم يقولون هؤلاء الآخرين هم سوف ياتون يعني تحققت هذه البعثة أنهم جاءوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أجاب؟ قال لو كان الإيمان عند الثرية لنا له رجل من هوله فهنا ذكره متى يأتي تكون هذه البعثة الثانية عندما يكون الإيمان عند الثرية والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذه ثلاثة قرون هي قرون الهداية لا يمكن أن يرتفع الإيمان فيها إلى الثرية إذن ما نذلك هذا الزمن سوف يأتي لاحقا وليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه البعثة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة عندما نقرأ الحديث هذه هي البعثة الثانية ستتحقق في شخص تعبين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ما سميه كيف قدم حضرة أحمد عليه السلام مؤسس الجماعة السنوية الأحمدية أو الإمام المهدي والمسلم المعود دعواه بناء على مفهوم ختم النبوة هو قال أن تلك البعثة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فكأنك وضعت شيئا أمام المرآة إذا ظهرت صورته في المرآة فالشخصية لم تتغير هو ظل ومن فرق بيني وبين المصطفى فما عرفني وما رأى وبالأخير يقول سيدنا الإمام المهدي والمسيح المعود عليه السلام حضرة ميرزا وغلام أحمد عليه السلام ووالله ووالله إني أنا المسيح المعود لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن شخصيتان مختلفتان في الأوصاف في حديث المعراج ذكر عن المسيح عيسى بن مريم الذي ولد في بيت لحم أحمر جعد عريض الصدر لكن المسيح المستقبلي المسيح الأمة من الأمة الإسلامية قال وصفه بأنه آدم صبت الشعر إذن عنا شخصيتين من شخصي وحدي ووالله إني أنا المسيح المعود ومعي رب الودود ووالله إنه لا يضيعني ولو عاداني الجبال ووالله ووالله إنه لا يتركني ولو تركني الأحباء والعيال ووالله إنه يعصمني ولو أتى العدى بالمرهفات ووالله إنه يأتيني ولو ألقى في الغفلوات فليكيدوا كل كيد ولا يمهلون فسيعلمون أي منقلب ينقلبون وقال ووالله ووالله إني صادق وجحدوا بما جئت به بغير علم ولا برهان مبين وإني أعرض نفسي للذبح فما دونه إن كانوا من الصادقين وقال ووالله ووالله إني أنا المسيح الموعود وأعطاني ربي سلطاناً مبيناً وإني على بصيرة من ربي ولو فرفع الحجاب لما ازددت يقيناً إن الله رأى نفوساً عاصية وزمناً كليلة قاسية فأرسلني لعلهم يتوبون وكيف ننصح وكيف ننصح لهم وإنهم قوم لا يسمعون هذه مشكلة الأمة الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا نكون من الذين قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير عليكم أن تتبينوا عليكم أن تتثبتوا عليكم أن لا تكرروا الاتهامات الباطلة كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنعرف مبعوث السماء ليحيي الدين ويقيم الشريعة ويحيي الأمة من جديد أدعو الله سبحانه وتعالى الله كفيل أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه بارك الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحوار مباشر جرأة في الحق صدق في العرض محبة في الحوار واحترام للرأي الآخر